واصلت وزارة الداخلية فعليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة ذلك بمنافذ المبادرة المنتشرة على مستوى الدولة يتيئ هذا في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية واصلت وزارة الداخلية فعليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تسعى من خلالها الوزارة إلى توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثلاتها بالأسواق وبجودة عالية يا مصري اللي شمسك لا يمكن تغيب أنا جم بالتمالي ومنك قريب بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المبادرة ودايما هو واخد باله من المستهلك ومن محدود الدخل الاستهلاك اللي المواطن بيستهلكه في خلال الشهر الأساسية موجودة وبأسعار أقل من الأول بكتير فالمبادرة عاملة مجهود كبير أنا بشكر سيادة الرئيس أنه حاسس بالمواطنين والمبادرة أسعار هنا غير أسعار خارج المبادرة خالص نهائية هذه المرحلة من المبادرة والتي مدت الوزارة فعلياتها اعتبارا من الأول من أغسطس ولمدة شهر تشهد مشاركة كبيرة من الشركات والأسواق والسلاسل التجارية الكبرى والموردين وتجار الجملة والتجزئة من خلال 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية وبتخفضات على السلع تصل إلى 40% بشكر طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود اللي هو عمله في المبادرة وأن المبادرة نفعينا نفع كبير جدا المبادرة الكويسة جدا بتوفر علي حاجات كتير قوي وبتسعيدني أن أنا يعجب حاجات كتير وهي ممتازة بصراحة بنشكر الرئيس على المبادرة الحلوة دي ويردت أنها مستمرة معنا فترة أطول من كده وتشهد الشوادر المشاركة في المبادرة وفرة في المعروض من كافة أنواع السلع وبجودة عالية وسط إشادة كبيرة من المواطنين بهذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية المبادرة والله فيها حاجات كويسة جدا ومناسبة لكل الأسعار وأسعار متفوتة يعني متهودة عن بره بكتير أجب أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة كويسة جدا وفرقة مع ناس كتير المنتجات كلها موجودة والكولة تتاحها كويسة جدا وأنا كرب أسرة طبعا فرقة معايا وبتزامن مع المبادرة وصلت منظومة أمان توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار المخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفر أيضا عبوات تحتويسة الغذائية متنوعة بتخفيضات تصل إلى 50% عن مثلاتها بالأسوات نشكر سيادة الرئيس على الأسعار وعلى الجودة اللي احنا بنشوفها في مصر ونتمنى من سيادة الرئيس المبادرة تكون مستمرة في جميع الجمهورية منفذ أمان للشعب المصري يشتري سلعة سعر كويس جودة عالية معاملة ممتازة السلعة كلها متوفرة بأسعار في متناول الجميع بنشكر الرئيس طبعا وزارة الداخلية على المنافذ أمان ديت وهي فعلا أمان للناس واسعار رخيصة جدا عن أي حاجة بره مبادرة كلنا واحد مبادرة اجتماعية تؤكد من خلالها وزارة الداخلية حرصها على دعم الأسوة المصرية وتخفيف الأعباء عنهم وفرة كبيرة من المعروض من كافة أنواع السلع أتاحتها مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي تهدف من ورائها وزارة الداخلية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة عبدالله بركات التلفزيون المصري